من المؤكد الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية كمشكلة عالمية لا يخرج من إطار التكافل الكوني العالمي ساعة الأرض أتت تكافلاً كونياً عالمي في الإسهام والمبادرة من أجل الحفاظ على البيئة فالمملكة العربية السعودية في أول مشاركة لها هذا العام في ساعة الأرض كانت المبادرة دولية ساهمت بها المملكة بانضمامها للدول المشاركة في ساعة الأرض التقت كاميرتنا بأحد أصدقاء البيئة بكلية الأرصاد وحماية البيئة وكان منه الوعد لنا بالمشاركة والله أنا أشجع المشاركة وإن شاء الله أشارك يوم الأرض وأطفل لناره المدة ساعة لناره الغير ضرورية بالنسبة لي في اليوم المحدد بساعة الأرض قمنا بزيارته تتبعاً لمشاركته وفي انتظار لم يدم طويلاً متتبعاً لساعة يده مراعاة للوقت توجه الدكتور عبداللطيف إلى مكبس الكهرباء لإطفائه وجعل من الشموع الأقل انبعاث للغاز الضار ضوء له لمدة ساعة كاملة وكان منه هذا الحديث المظلم لينير بعلمه البيئي أهمية مشاركته الكونية ماذا يعني إطفاء الكهرباء؟ يعني توفير للكهرباء، توفير للطاقة، تقليل تشغيل محطات توليد الكهرباء لأن محطات توليد الكهرباء هي من أكبر المصادر للتلوث البيئي والتأثير على البيئة الغازات التي تصدر من الوقود في محطات توليد الكهرباء هي غازات من ضمنها غازتاني أكسيد الكربون غازتاني أكسيد الكربون مع بخار الماء في الجو هي سبب الاحتباس الحراري مما يزيد من درجة حرارة الأرض كيف نحن نفسر العملية هذه؟ الاحتباس الحراري أو التغير المناخي هم اسم واحد أو البيئة الزجاجية الشعة الشمسية أو الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض أثناء وصولها إلى الأرض تسعة عشر في المئة منها تمتص في طبقات الجو واحد وخمسين في المئة تمتصها الأرض وهي التي فيها حرارة الأرض بالنسبة للتربة والمياه واحد وثلاثين في المئة الأرض تعكسها مرة أخرى إلى الغلاف الجوي للأرض هذه الواحد وثلاثين في المئة إذا ما نفذت فتزيد من درجة حرارة الأرض انتهى الوقت وانتهت المشاركة ساعة مضت كم منا شارك فيها؟ ويبقى السؤال هل تكفي للأرض هذه الساعة فقط؟ مهى حلواني الإخبارية جدة